جي جي انا عايز اعرف هل الموزيع بقت بالنسبالك او كانت بالنسبالك دايت عشان كده اتجهتي للتمثيل لا خالص يعني انا بالنسبالي هي بقى التدايت بقى التدايت erie انا يعني هي مكنتش دايت لا هي مكنتش دايت لأنه هي كانت فكرة تجريبتي للكاميرا ما كنتش اعرف اي كاميرا احا ما كنتش وقفة قدام كاميرا قبل كدا فلما اتعرض علي البرنامج ان انا اعملو كان اللعب ادحكتك بالدنيا فكان برنامج في الشارع مع الناس وأنا من النوع أنت عارفاني روشة جداً وأحب الناس والعلاقات والحياة تشوفيني في الحياة عملت زي فلقيت الحكاية أنها ستبقى لذيذة فقلت آه أنزل والعب وأعمل مقالب في الناس وأعمل حركات فلقيت الحكاية لذيذة طيب إحنا عايزين نشوف حتة من البرنامج ده جيهان كان موقف كان كنت تتعمليه مع الناس وعايزاب اللبناني يعني أنا مش عايزاكي مش عايزاكي جربي فييانا لا هقولك دخلت مرة يعني أنا الحلقة دي بالذات أنا كنت مخدوضة منها جداً بعد ما تعرضت ليه لأنه أنا قالولي إحنا حنصحى سبع الصبح قلت لهم سبع الصبح برنامج إيه اللي يتصور في الشارع مش هتلاقوا حد قال لا إحنا عايزين موظفين والناس ماشية لسه صحية فمش مركزة فقدامها يشوفوك يفوشون والدنيا برد وشتة ولا بصابلته ومش عارف أيه فقلت له طيب قال لي هتعمل لنفسك خرصة ما تتكلميش خالص وحتعدي أي حد معدي كده فتقولي له لو سمحت اطلب لي النمرة دي جوزي المفروض قاعد أدي له إشارات إنه ده جوزي النمرة جوزي اطلبه خليه جي ياخدني من هنا من دا من المكان اللي أنا وقفة فيه علشان أنا تايها مش عارفة أروح فطبعا جي واحد غلبان جداً يا حرام بس شايفه بيتكلم على الموبايل فقلو لي خشي علي قلت له مشاكله غلبان قوي يا جماعة لي خشي علي قلت له ما خش عليه زي الراجل بيين عليه غلبان أم رح مدير الإنتاج رح قال لي بيقولك إيه اجري روحي فالمخرج بيقول لي خلاص روحي بنبين علي راجل مش هيعمل لك حاجة مدام غلبان عادي قلت له ردت فعله مش عارفاها طبعا إحنا في شارع فما ينفعش يبقى في حد حوالي فحطيني الكاميرا بعيد قوي والناس كلها بعيد قوي وانا على رصيف تاني خالص واقفة قدام قتالت كده فقمت إيه رحت دخل على الراجل معدي وحصت راسه في الأرض وماشي أه 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 قمت بصري الراجل كده قال لي شو بدك قمت قلت له أه 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 وحتى أقشر له كده فالراجل يقول لي ماني فهم شو عم بتقولي أرجع أقشر له تاني لغاية لما فهم في الآخر قال لي أه 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 فهمت إنت عايزين أطلبلك النمرة دي قلت له أه طلب النمرة مين بيرق نمرة مدير الإنتاج فقال له أنا معرفش حد ومعنديش حد أنا مش متجوز مراتي مين دي دي وقفة في الشارع مراتي أنا معنديش مش متجوز ويقفل السكة في وش وأقول له أرجع عاية أقول له عشان خطري تاني أطلب تاني عمل الحكاية دي تلات مرات في الآخر آخر مرة رحت واخدها منه الموبايل قلت له عم بيقلك أنا وقفة بالشارع كيف ما بتشي تاخدنا بنفس الوقت لفت ضهري وحطي لي موبايل بلاستيك في جيبي وروحت مغيرها الموبايلات ورمي الموبايل في الأرض فالراجل بيقول لي رميتي الموبايل في الأرض يعني قلت له ما هو ما بيرد قال لي يعني أنت تتكلمي يعني دي أول علقة اتضرباتها شكالت حتة علقة لا 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 وأنا قلت له ما يزعوش الحلقة عشان أنا ده ديل والله العزيم هاي لا جدا أنا وقعت في الأرض ونزلت ضرب فيها وللغاية لما وصله كنت خلاص اتفرمت اتفرمت على فكرة ده مقلب من المخرج ومدركت لديك وعايز أقولي دي آخر حلقة صورتها لابتك أخر حلقة بالبردان يعني هو ده اللي عقادك وخلاك يتعملي من شغلة المزيع دايت لا بس هي كانت فعلا الحلقة قلت له مش نزدع من المقالب ده ورع لحد ينزل يعني المقالب أنا هقدم الفقرات بين المقالب بس أن أنا هنزل مع الناس بالشارع تاني لا لا ناها كلت علقة كلت علقة بجد يعني اتفرمت بس أنت من زمان كنت عايزة تمثل بصي أنا بحب التمثيل يعني بس ما كانش الحكاية كانت مطعبة جدا بالنسبة لي لأنني أشوف ماما بتتعب ازاي في لبنان فما كنتش متوقعة أنها طبعا على فكرة مامة جيهان الفنانة العظيمة ليلة أمري ربنا يخليك ممثلة جامدة جدا 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 فطبعا ابن الوزة عوامي يعني مش كيف يقول مش دايما لا 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 والله عوام جدا جدا بس فكنت بروح لقالو كيشنات كتير بشوف التعب اللي بيتعب وأنا أنت عارف عد إيه متدلعة فمكشف دماغي خانس بس أنت كنت بتقول لي زمالك أنا همثل ده أنا جماعة عنيك معلومات وعرفت لي بتهمني كده أنا همثل بقولوكوا أنا همثل ده فعلا أنا كنت بعمل الحاجات في الجامعة وفي المدرسة أيام المدرسة والحاجات دي لسا ما كانش في التناغي أن أنا أبقى ممثلة بجد يعني أحترف الحكاية يعني كانت بالنسبة لي هواية بس ما كانش احتراف خالص